حزف كل الصور واختفى تماماً ومحدش عارف عنه حاجة هو محمد الشرنوبي فين وإيه اللي حصل له ليه مختفي بالشكل ده بقاله فترة طويلة هل فعلاً انفصل عن مراته ومحدش يعرف وقرر ياخد جنبه ويختفي عن الأضواء تماماً لو دخلت على انستجرام محمد الشرنوبي هتلاقي فاضي عنده 4 مليون متابع لكن مفيش حاجة على الأكاون وكل حساباته على السوشيال ميديا متوقفة ولا بقى يظهر في برامج ولا أفلام ولا مسلسلات بقاله فترة طويلة محدش يعرف عنه أي أخبار وشكله أعجبته الحياة بعيدة عن الشهرة ومكمل فيها محمد شرنوبي من فترة طويلة مسح كل حاجة عنده على انستجرام وكان الأكاونت حرفياً فاضي وقلنا بس ده بيحضر مفجأ قريب ويمكن ده النوع من الإثارة والتشويق لكن الموضوع طول وراجل مختفي لدرجة ان الناس نسيته وعد علينا رمضان اللي فات واللي قبله وما ظهرش في ولا مسلسل خلال الفترة اللي فاتت ما ظهرش حتى قضيف شرف وكل أخباره تقطعت بالشكل مفاجئ يا طرق إيه اللي حصله؟ لحد دلوقتي ما حدش عارف شرنوبي ماله بس واضح إنه هو من بعد ما تجوز قرر يغير حياته ويقفل على نفسه ومراته ما ينشرش أي حاجة على السوشيال ميديا وما يدخلش الناس في حياته خاصة بعد أزمته الشهيرة مع المنتجة صار الطباخ واللي استمرت ثلاث سنين بعد ما تجوز شرنوبي وراندارياد مديرة أعمال أنغام سنة 2020 بدأنا نشوف صورهم مع بعض والدنيا كانت حلوة زي الفلة رغم إن شرنوبي أصغر منها بثلاث سنين وبعد السنة ونص بدأت الخلافات تدخل بينهم لدرجة إن راندار مسحت كل صورها مع شرنوبي وده من عندها لإنستجرام كمان سمعنا إنها عملت له بلوك وبعدها تصلحه من تاني ورجو البعض بعد فترة اختفى شرنوبي تماما ومسح كل حاجة من الأكاون لكن في فاير صور متسبت عنده كده على إنستجرام اسمه البرتاح وده كل صوره هو وراندارياد لكن الأكيد إنهم انفصلوا في هدوء تام ورفضوا يتكلموا في الموضوع والتزموا الصمت لكن انتشرت أخبار إن في خلافات بينهم وصلت للمحاكم وهي دي الحاجة الوحيدة اللي علق عليها شرنوبي من سنة ونص لما قال مفيش أي حاجة حصلت بينيو بين راندارياد هي بنت زي الفل وأمر ومفيش حاجة تستادع إن الناس تشبهني بجوني داب وقصته مع مراته محمد شرنوبي مالوش خز في الستات أو هو بيختار غلط خاصة وإن راندارياد كان الارتباط الثالث في حياته والوحيدة اللي تجوزها لكنهم انفصلوا قبلها كان الشرنوبي خاطب المنتجة صارة طباخ ودي بقى جرجرته في المحاكم بسبب إنها مضيته على عقد احتكار وإنه اشتغل معاها لمدة عشر سنين وتمسك له كل أعماله ومضى على العقد بشرط جزائي ستمائة ألف دولار صارة والشرنوبي عرفوا بعض في كواليس مسلسل لا تطفق الشمس وبقوا صحاب وبعدين علاقتهم اتطورت وحبوا بعض وهو قرر يخطبها رغم إنها أكبر منه بخمستاشر سنة لكن مش عارفين وقتها هو كان بيفكر إزاي وقتها شرنوبي كان لسه في بداياته الفنية وهي قدرت تقنعه إنها تخليه نجمي وإنه يسيب التمثيل ويتجه للغنى أكتر خاصة وإنه صوته حلو لكن هو كان خيف من العقد اللي قدمته له لكن الحقيقة هي ما عملتش كده وبهدي ليته في المحاكم 3 سنين وده بعد ما راح على لها إنه مش قادر يكمل وخلينا صحاب والد محمد شرنوبي كان معطرد تماما على علاقته بسرط طبقه ومش موافق على الجوازة لدرجة إنه ما راحش معاه في الخطوبة وما ظهرش معاه في الفيديوهات والصور اللي تنشرط وهو اعترفه قلدة بنفسه لما حصلت بينهم المشاكل وبعد الثلاث شهور من المشاكل قرر شرنوبي إنه يفركش الخطوبة ابتدى يتجه للمحاكم رافع على بعض قضايا لمدة 3 سنين لحد ما شرنوبي كتب بوست وقال أخيرا أنا بقيت حر وبعدها تجاوز رندرياض وانفصله ومن وقتها وهو مختفي لكنه نشر صورة واحدة من كم يوم وقال لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي يطرق محمد شرنوبي بيحضر لإيه